في الحكومة السابقة كان تكليف فيصل الهيمص رئيساً لهيئة الأوراق المالية خطوة وصفت بأنها حققت إنجازات بحسب تقارير صندوق النقد العربي إذ احتل العراق المرتبة الأولى بنسبة النمو بالتداول أثناء وجوده سيما مع قرارات الهيمص والتي كان أبرزها تفعيل تداول لثمان شركات موقوفة آنذاك وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية تحدثت عن إسهام الهيمص فيما أسمته تنشيط عجلة الاقتصاد العراقي رغم ظروف البلاد الصعبة وبحسب المركز فإن الرجل أطلق التداول لثمان شركات كانت موقوفة وقبل ذلك شغل الهيمص العديد من المناصب الاقتصادية أبرزها في إدارة المصرف العراقي للتجارة والرئيس التنفيذي لبنك بغداد كما شغل عدة مناصب في بنوك إقليمية وعالمية مثل بنك ستاندرد شاردرد و HSBC في العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة الهيمص حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستافورد شير في بريطانيا كما لديه عضوية في اللجنة الوزارية الاقتصادية العراقية وهي لجنة منبثقة من مجلس الوزراء العراقي كما كان محاضرا في عدة مؤتمرات تعنا بمجال الأعمال والمال في العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة ولديه خبرة تصل إلى 25 عاما في مجال البنوك والأسواق المالية تكريف رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بأن يكون فيصل الهيمص نائبا لمحافظ البنك المركزي يأتي وفقا لمصادر ضمن إجراءات معالجة أزمة الدولار التي يعاني العراق منها منذ أشهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر